تقول إيه بقى اللي ما أقدرش يوقف على رجلو تاني ويتعافى واخد سنين مش سنة أو اثنين ما أنا عايز أقول بقى إن النموذج زي دي مر بأزمات بالطريقة دي الإصابة بالحروق والفقد والتنمر ورفض المجتمع عليها أنت مرتي بأزمات كتير جدا أبشع أزمات أبشع أزمات بعض الأشخاص بيمروا بأزمة واحدة من دول ويقفوا ويتعطلوا يعطلوا لأ شوفوا النماذج دي اشتغل على نفسك قوي نفسك اعرف إن لو حاجة حصلت في الشكل الخارجي جواك سليم شخصتك هي هي ما فيش حاجة تغيرت يبقى اشتغل على نفسك وقوي ما تخليش نقطة ضعف عندك توقعك استغل قويها خلي نقطة ضعفك دي هي المثابة القوة لك يعني شخصية زي دي قدر تتحدى شخصيات تانية من زول همم بيبقى ليهم مكانة وليهم بيحققوا بطولات وبيحققوا إنجازات كتير يبقى نقطة ضعفك دي هي البداية اللي ادخلك في مجال أوسع وانحنا نبقى معه الدمج في المجتمع نحن لازم يدخلوا نفس الكلاسز أو نفس الفاسس أو نفس الدروس مع غيرهم مش حاجة اسمها دول يفصلوا مع دول عشان دول نفسيتهم مش عارفين كان موجود زمان ده مدارس خاص اللي وحدهم دولاتي بقى في وسط الناس ووسط الطلبة في نفس المكان بتعلمون نفس التعليم وكل حاجة ونقطة مهمة بقى يعني رب ولادنا بقى رب ولادنا على التقبل بجد أن دي أهم حاجة خلينا نحط الأمل في الجيل اللي جاي الجيل اللي جاي هو اللي هيشيل معنا بعد كده فهيخليهم علموهم يتقبلوا الاختلاف علموهم يساعدوا ويقدموا الدعم للشخصيات اللي زي كده لأن هي بصراحة مفهومش عيوب احنا اللي بنعمل تركيز على عيوبهم فبالتالي هم بينسحبوا وبينعزوا على نفسهم أنا بشكورك ونورتي رسية روح رسية دكتوري شكرا لكم شكرا لكم